موسيقى مثل ماذا؟ طبعاً بدايةً بين قوسين لدينا الاختصار ONG ONG اختصار لكلمات Organization No Governmental Organization منظمات No بمعنى غير Governmental بمعنى حكومية منظمات غير حكومية الاختصار ONG بمعنى منظمات غير حكومية طبعاً نذكر بعض المجموعات الـ 80 Industry Pharmaceutical الصناعات الدوائية Industry بمعنى الصناعة Pharmaceutical الدوائية E Fondation والمؤسسات Caritative الخيرية والمؤسسات الخيرية تلك مثل La Fondation Bill Emelindia Gats منظمة أو مؤسسة Bill Emelindia Gats الى Fondation Roquefeller ومؤسسة Roquefeller إذن مؤسسات خيرية مثل مؤسسة Bill Emelindia Gats هذه اسم مؤسسة خيرية أو منظمة خيرية وأيضاً Roquefeller أيضاً اسم علم في اللغة الإنجليزية ولفظته أنا لفظاً إنجليزياً فرنسياً مشتركاً لا أعرف إذا كان لفظي صحيح أم خاطئ هي لغة إنجليزية ونحن لغتنا فرنسية نأتي إلى المقطع الثاني في هذه الشريحة المقطع الثاني من المقاطع المهمة جداً سلون ساكوستيشون سنتحدث هنا عن الدستور والميثاق الذي أثي أُسسة على إثره منظمة الصحة العالمية سلون ساكوستيشون حسب دستوريها إلا إتي كريه pour أموني tous les peuples du monde au niveau de santé le plus élevé possible سلون ساكوستيشون حسب دستوريها حسب ميثاقيها إلا إتي كريه أُنشيأت مابنين المجهول نركز هنا على فعل كريه أُنشيأت وأُسسسة pour أموني tous les peuples du monde لتقود كل شعوب العالم أُنشيأت وأُسسسة لتقود كل شعوب العالم au niveau de santé le plus élevé possible إلا مستوى صح أكثر ارتفاعاً ممكناً إلا مستوى من الصحة أكثر ارتفاعاً وروقياً ممكناً إذن هنا في هذا السطر طبعاً هذا السطر هو حل السؤال الثالث في الكتاب السؤال أسئلة النص التي في الكتاب حقيقةً لا يمكن أن نقوم بحل إلا سؤال أو سؤالين كحد أقصى الأسئلة ليست نموذجية كثيراً فلنركز على أسئلة الدورات التي نعتمد بها أسئلة نموذجية وكذلك الأسئلة التي أطرحها ولو بشكل شفوي السؤال الثالث يقول كالي لعول دولورجانيزيون ما هو دور المنظمة ما هو دور المنظمة ربما أطرح أنا سؤالاً آخر كالي سا كونستيتيسيون ما هو دستورها أطرح سؤالاً آخر بوركوا إلا إتيكرييه لماذا أنشئت وحقيقة السؤال الذي أتى في دورة عام 2021 هو باستخدام فعل كرييه لماذا أنشئت رغم أنه مبني المجهول لا بأس بذلك كرييه فعل أنشاء لماذا أنشئت نعود إلى الهدف من إنشائها دورها دستورها ميثاقها يكمن في هاتين الجملتين سلون سا كونستيتيسيون حسب دستورها إلا إتيكرييه بور أمني تولي بوبل دي موند أو نيفو دو سنتي لبليز إلفي بوسيبل أنشئت لتقود كل شعوب العالم إلى مستوى صحي أكثر ارتفاعاً ممكناً أي أسسات وأنشئت لترفع المستوى الصحي وتحافظ على صحة العالم بأكثر بكل شعوب العالم بأكثر ارتفاعاً ممكناً سنتحدث هنا في المقطع التالي عن بعض من أعمالها المنظمة تعمل على مجالات كبرى تعمل في مجالات كبرى كم لكلسفكاسيون دو تتلي ملادي مثل تصنيف تتلي ملادي كل الأمراض إذن هي تعمل في مجالات كبرى لا نقول مجالات متعددة فهي تعنا وتعزى بالصحة فقط تعمل في مجالات كبرى طبعاً هي كلها صحية كم لكلسفكاسيون دو تتلي ملادي مثل تصنيف كل الأمراض كلاسيفيكاسيون بمعنى تصنيف دو تتلي ملدي كل الأمراض بورسلة لذلك من أجل ذلك تحقق وتعطي التصنيف الدولي لكلاسيفيكاسيون انترناسيونال التصنيف الدولي دي ملدي للأمراض تحافظ وتعطي بشكل دائم قائمة نموذجية تعطي قائمة لست بمعنى قائمة موديل نموذجية دي ميديكاما للأدوية تعمل قائمة نموذجية للأدوية إسانسيال الضرورية كلي سيستيم دو سانتي دو تولي بي إذن تعمل قائم للأدوية الضرورية كالأدوية السكري والضغط والمميع الدم وما إلى ذلك قائمة نموذجية للأدوية الضرورية كالتي لسيستيم دو سانتي دو تولي بي والتي أنظمة الصحة لكل البلدان أنظمة الصحة لكل البلدان دوفري راندر يجب أن تجعلها متاحة أنظمة الصحة لكل البلدان يجب أن تجعلها متاحة أين بري أبوردابل بسعر ملائم على أنظمة الصحة لكل البلدان أن تجعلها بسعر ملائم معقول فور لابوبلسيون جنرال من أجل عامة الناس أو السكان العامة أيضا هنا لدينا عمل جديد من أعمالها إلي بران أوسي دي مزير فور أريتي إن إبيدومي تتخذ أيضا دي مزير إجراءات تأخذ إجراءات وتتخذ إجراءات بور أريتي من أجل إيقاف لإيقاف إن إبيديمي إبيديمي بمعنى وباء إذن تتخذ إجراءات صحية من أجل إيقاف وباء إيدي مزير سانيتير وإجراءات صحية أنكاد في وياج انترناسيونو في حالات السفر الدولية نتخذ إجراءات لإيقاف الأوبئة وإجراءات من أجل تنقل الناس بين دولة وآخرى ما نسميه السفر الدولية كوملا فاكسيناسيون مثل التلقيح عملية التلقيح نتوقف هنا قليلا لشرح هذه الجملة ماذا نقصد بكلمة وباء هو تزايد عدد مرض ما بشكل هائل ليهدد البشرية بأكملها كمرض الكورونا الذي أصاب العالم في نهاية عام 2019 وعام 2020 وعام 2021 أيضا وباء الكورونا هدد العالم بأسره البشرية بأكملها فهذا ما نسميه وباء طبعا ما هي الأعمال التي قامت بها منظمة الصحة العالمية بداية هي التي صنفته كوباء عندما تفاقمت حالات المصابين بالكورونا قالت في النهاية أنه وباء وعلى البشرية بأكملها أن تتكاتف وتتعاضد للقضاء على هذا الوباء وتتخذت أيضا إجراءات صحية فأغلقت الدول وأغلقت الحدود بينها لمنع انتشار هذا الوباء هذا الوباء لكي لا يقتل البشر في المناطق المختلفة وأصبحت تعمل على إيجاد لقاح لهذا المرض ساهمت بشكل جدي بالأموال والخبراء الصحيين والطبيين والأدوية المخابر وبدأت العمل على إيجاد اللقاح وقد تم إصدار عدة لقاحات لذاك المرض أي الوباء إذن من بعض من أعمالها هي تتخذ إجراءات صحية في حالة السفر الدولية كالتلقيح لتوقف الأوبئة وانتشارها في المناطق كافة في عام الف وتسعمية وتمانين صرحت إلى ديكلاري وانتشارها في عام الف وتسعمية وتمانين كلافاريول أن الجدري مرض الجدري كان قد استوصلا استوصلا بمعنى جدثة نركز هنا على هذه المعلومة المهمة دو دي السوني دي السوني بمعنى عقد والعقد هو عشر سنوات ولدينا دو دي السوني أي عقدين إذن العقدين هما عشرين سنة عشر ضرب اثنين فيساوي عشرين أي عشرين سنة من الجهود دي فور ضال ليد في الكفاح والنضال كونتر ست ملدي ضد هذا المرض ينركز هنا على معلومات الثقافة العامة فلدينا عقدين أي عشرين سنة وإذا قلنا قرن فالقرن مئة سنة طبعا هذه المعلومة أتت في أكثر من أربع دورات هل الجهود كم من الوقت من السنوات استغرق القضاء على الجدري عشرين سنة وهي عقدين دي السوني طبعا الطالب الذي لا يعرف كلمة عقد ربما يخطئ وربما إذا وضعنا كلمة اثنين فقط اثنين سنة كلمة سنة مرت معنا آني أو كلمة عام آ آ إن طبعا لها إذا كانت جمع ربما يختار الرقم اثنين كونه ورد في هذه الجملة لكن هذه معلومة خاطئة دي السوني بمعنى عقدين أي عشرين سنة سيلا برومير مالادي دولستوار إنه المرض الأول في التاريخ برومير الأول مالادي المرض دولستوار في التاريخ أفور إتئ إراديكي الذي كان قد استؤصله الذي كان قد استؤصله بجهد إنساني بعد توفيق رب العالمين لأن كل البشرية وكل الكون بيد الله عز وجل هذه الجملة يجب أن نكون منها من عندنا بجهد إنساني وبإعاذ من الله عز وجل إنه المرض الأول في التاريخ الذي كان قد استؤصل بجهد إنساني بعد توفيق رب العالمين نتحدث هنا عن مرض الجدري لافاريول لافاريول الجدري الذي استغرق أكثر من عقدين أي عشرين سنة طبعا البعض ربما يسأل ما هي تركيبة الفعل أفور إتئ إراديكي حقيقة هذه التركيبة من اللغة صعبة جدا على الطلاب وعلى معظم الأساتذة فهذه تركيبة معقدة طبعا هي بالضبط أنفينيتيف أي مصدر ماضي مبني للمجهول سيفهم هذا الكلام علي الأساتذة المتمكنين من اللغة فقط وإذا عدنا إلى الأعلى بعد كلمة فاريول كان قد اجتث أو كان قد استؤصل هذا زمن لبليسكوبارفي زمن الماضي التام في المبني للمجهول لا تهمكم طلابنا الأعزاء طلاب البكالوريا هذه المعلومات فهي للثقافة العامة فربما بعض الأساتذة وخريجي اللغة الفرنسية يستمعون إلينا فيستفيدون من هذا نكمل أيضا جزء من أعمالها طبعا هنا نتحدث عن أعمال المنظمة في كل هذه الشريحة إذا طلب مننا الحديث عن بعض من أعمالها أي جملة صحيحة الكنسي تنصح لفاكسيناسيون بالتلقيح كونتر لجراند ملادي أنفكتيوز ضد الأمراض الكبرى المعدية فبعد الحصول على لقاح الكورونا ساهمت بحملات للتوعية الصحية بضرورة الأخذ هذا اللقاح ضد مرض الكورونا مثلا وأيضا تنصح بتلقيح الأطفال ضد الحصبة وضد الشلل وما شابه من الأمراض المتفاقمة في المجتمعات أيضا من جزء من أعمالها هذا جزء من الأعمال التي تقوم بها تراقب تراقب التزود بمياه الشرب تراقب التزود بمياه الشرب أيضا من الأعمال التخلص من النفايات إلى بروتيكسيون ماتيرنيل والحماية الأمومية كلمة بروتيكسيون ماتيرنيل الحماية الأمومية أي حماية الأم ماتيرنيل تأتي من كلمة مير الأم حماية الأم في فترة الحمل وبعد الإنجاب والعناية بالأطفال وهذا ما نسميه المراكز الصحية أو مراكز الأمومة المنتشرة عندنا في منطقة إدلب هذا ما نقصد به الحماية الأمومية طبعاً ولكن بالنظر إلى هذه الأعمال كلها تصب في صالح الصحة العامة أيضاً من أعمالها المهمة إيلامي وضعت أن بروغرام جلوبال برنامجاً شاملاً دلت للنضال كونتر ضد لوسيدا مرض الإيدز ضد مرض الإيدز طبعاً كلمة الإيدز هي اختصار لأربع كلمات في اللغة الإنجليزية وكذلك الأمر في اللغة الفرنسية هو فيروس نقص المناع المكتسبة سميه في اللغة الإنجليزية إيدز وفي اللغة الفرنسية سيدا فيروس نقص المناع المكتسبة إذن سيدا إذا سمعتم في الحياة العامة كلمة سيدا هي نفسها مرض الإيدز وعياذ بالله إي غارنتي لكسي آدي ميدكاما دو بون كاليتي وتحافظ، غارنتي تحافظ لكسي على الوصول، أي تعطي الوصول آدي ميدكاما للأدوية دو بون كاليتي ذات الميزة الجيدة سيكوريتي الآمنة إفكاستي والفعالة بفضل برنامج تطوير الأدوية وتوسيع الوصول للأدوية إذن هي تحافظ أو تعطي الوصول، تؤمن الوصول للأدوية تساهم في نشر الأدوية الأدوية يجب أن تكون ذات ميزة جيدة، أي فعالة سيكوريتي وآمنة، أي لا تضر بصحة الإنسان إفكاستي الفعالة، أي تساهم في شفاء الإنسان غراس أو بروغرام بفضل برنامج، عندها برنامج خاص بتوسيع الوصول للأدوية وتطويرها في المخابر المطلوبة لأم إس، اختصار منظمة الصحة العالمية، تطوير المنظمة تطوير تطوير الأدوية بالمخابر المطلوبة المنظمة تطوير الأدوية بالمخابر المطلوبة من أجل أن من أجل أن المنظمات، منظمة اليونسيف، وهي منظمة عالمية مشهورة، أو منظمة الفاو بويس أشوتي، تستطيع شراء سيميديكاما بويس هو فعل استطاع بصيغة الشك، بالسبجونكتيف لماذا أتى فعل بوفوار هنا بصيغة الشك والنصب؟ لنعود إلى بداية السطر القبل الأخير، لدينا كلمة بوركو بوركو هو تركيب ربطي يدل على الهدف يأتي بعده فاعل وفعل مصرف بصيغة الشك والنصب وهو فعل بوفوار هنا بويس تستطيع شراء سيميديكاما هذه الأدوية بكل أمان خلال دعوات العروض الدولية خلال دعوات العروض الدولية طبعا هناك معارض للأدوية الدولية تساهم هذه المنظمة بإبقانية شراء هذه الأدوية طبعا وخاصة للدول النامية en particularity en particularity خاصة pour des pays من أجل البلدان en development النامية طبعا الdevelopment مرت معنا سابقا بمعنى التطور هنا البلدان لا نسميها المتطورة التي في صدد التطور نسميها البلدان النامية les pays en development خاصة من أجل البلدان النامية qui ne peuvent assurer التي لا تستطيع تأمين البلدان النامية التي لا تستطيع أن تؤمن l'évaluation de ces médicaments par leur propre moyen تطوير هذه الأدوية بوسائلها الخاصة للبلدان النامية طبعا تساهم في إيصال الأدوية ذات الميزة جيدة للبلدان النامية التي لا تستطيع لوحدها تطوير هذه الأدوية بوسائلها الخاصة أون بلس دوصن تراوي طبعا العمل الأخير الذي سنتذكره هنا أون بلس دوصن تراوي درادكاتي دي مالدي بالإضافة لعمالها بستيصال الأمراض لورغانسيون موندية افكتو ديفرس campاني لئيسة للاسانتي برغانسيون المنظمة العالمية افكتو تنجز وتقوم وتعمل ديفرس campاني مختلف الحملات تقوم بحملات لئيه ألاسانتي مرتبطة بالصحة تقوم بعمل حملات للتعوية الصحية ومرتبطة بالصحة par exemple pour لغمانتشن دو لغمانتشن دو لغمانتشن دو فروي اي لغمانتشن من أجل ازدياد استيهلاك لغمانتشن ازدياد دو لغمانتشن استيهلاك دو فروي الفاكهة اي لغمانتشن والخضار دان لمند في العالم من أجل تقليل استخدام التبغ التبغ ما نقصد به هو الدخان وعاذنا الله وإياكم جميعا منه التدخين إذن تقوم بمختلف الحملات من أجل التوعية بازدياد استيهلاك الخضار والفواكه والتقليل من استخدام التبغ والدخان هذا هو نص الوحدة السادسة وهو من النصوص المهمة حقيقة تحدثنا في آخر شريحتين عن أعمال المنظمة ولكن المقاطع الأولى من هذا النص هي ذات الأهمية الأكبر والتي تتحدث عن مقر المنظمة ولمن تتبع والمجلس التنفيذي ومصادر التمويل والشراكة والتعاون وما شابه ترجمة نانسي قنقر